أهلا بكم مجددا معكم نورس علي هذا الفيديو الأول من سلسلة جديدة حول كيفية إنشاء وتطوير قوالب وورد برس طبعا سيكون مرجعنا في هذه السلسلة هو موقع wordpress.org والدروس التي وضعوها في موقعهم حول كيفية إنشاء وتطوير قوالب وورد برس سنقرأ المواضيع التي طرحوها ونحاول أن نقوم بتطبيقها وفهمها معا إذا أعجبك موضوع هذه السلسلة وتريد متابعته معي وتريد التعلم معي فاكتب لي في خانة تعليقات اسمك والبلد التي بلدك أو البلد التي تأتي منها سأكون سعيدة جدا بالتعرف عليكم أكثر والتعلم معكم في هذه السلسلة إذا وجهتكم أي مشاكل أثناء تطبيق أي موضوع خلال هذه السلسلة أي رسالة خطأ فشاركوها في خانة تعليقات وأيضا إذا قرأت سؤال في خانة تعليقات حول موضوع أنت تعرفه أيضا ساعد الناس الآخرين ففي هذه السلسلة سنكون فعلا كعائلة واحدة ونحاول التواصل معا من خلال خانة التعليقات ونتعلم من بعضنا البعض بداية سنقرأ من يستطيع متابعة هذا الكورس فسنجد هنا مثلا يقولون أن يجب أن يكون لديك المهارات التالية فالمهارات المتوقعة مننا المتوقعة أن تكون لدينا حتى نستطيع متابعة هذه الدروس على موقع wordpress.org يقولون أن يجب أن يدينا خبرة أو معرفة بـ HTML, CSS و PHP وأيضا يجب أن يكون لدينا معرفة بكيفية تثبيت wordpress و ضبط أعداداته المختلفة يعني بالنسبة لـ HTML و CSS يعني لو كان لديك معرفة أساسية أتوقع أن نستطيع أن نستمر بالنسبة لـ PHP بالتأكيد يعني wordpress مبني على PHP نريد أن نكتب أشياء بالقالب حتى إذا أردنا إنشاء القالب نريد أن نكتب أكواد PHP فيجب أن يكون لدينا معرفة بـ PHP إذا لم يكن لديك هذه المهارات في هذه اللحظة فأدعوك للمشاهدة السلسلة التي طرحتها حول كيفية إنشاء أو أساسيات إنشاء قالب wordpress ففي تلك السلسلة حتى لو لم يكن لديك مهارات بـ PHP يمكنك متابعة تلك السلسلة بعد متابعتها يمكنك أن تأتي وتتابع معنا هذه السلسلة أيضا لدي فيديو بالقناة حول كيفية شرح أساسيات لغة PHP يمكنك أيضا مشاهدته و بالنسبة لتثبيت wordpress أنا أيضا أعتبر أنك قمت بتثبيت wordpress و بالفعل أنا قمت بتثبيته هنا ورفعت الكود التثبيت على github فبحيث إذا قمت بأي تعديل أو أي شيء على ملفات wordpress ستكون كل التعديلات ستكون بين إديكم في رابط github سيكون في صندوق الوصف فهنا أيضا يقول أن يجب أن يكون لدينا معرفة بكيفية عمل قواعد البيانات إذا كان هناك أي نقطة بعمل قواعد البيانات لم تكن واضحة سأشرحها في هذا الكورس فلا أعتقد أن سيكون ذلك مشكلة وهنا سيقول أن معرفة بجافا سكريبت بسيطة قد تكون مفيدة ولكنها غير ضرورية هذا بالنسبة للمهارات مطلوبة منها للمتابعة وهنا يقول الأشياء التي يغطيها هذا الكورس لا يهمنا سندرس كل الكورس لا مشكلة فهنا بداية يقول لنا ما هو القالب طبعا دعوني أريكم ما هو القالب فعليا يعني إذا ذهبنا الآن إلى موقع wordpress الخاص بنا سنجد هناك أشياء تظهر على الشاشة مثلا قوائم مقالات إلى آخره الطريقة التي تعرض بها هذه الأمور هي القالب يعني إذا ذهبت مثلا هنا إلى wordpress وإلى مظهر وقوالب جيد واخترت مثلا لدي هنا قالب 2017 إذا قمت بالنقل على تفعيل القالب ثم عودت إلى صفحة الواجهة الأمامية للموقع سأجد أن شكل الأمور اختلف ما زال هنا لدي قوائم نفس القوائم ما زال لدي عنوان الموقع ما زال لدي مقالات هنا لكن الشكل العام اختلف لماذا؟ لأنه نقوم بتغيير القالب فالقالب هو يتحكم بالشكل العام للموقع نفس الفكرة هنا مرة أخرى نجرب مع قالب آخر تفعيل ونذهب هنا سنجد أن الشكل أيضا اختلف نعود للقالب 19 جيد عاد الشكل هذا قالب 2019 هو القالب الافتراضي أيضا إذا ذهبنا مثلا إلى قوالب وقمنا بالنقر على محرر القوالب هنا عفوا ذهبنا إلى مظهر ومن مظهر محرر القوالب فسيقول طبعا انتبه أنت الآن تقوم بالتغيير لأن الفكرة خطورة التغيير على هذه الملفات إذا قمت بكتابة تعليم خاطئة في بعض الملفات ملفات القالب قد يؤدي ذلك لتوقف الموقع عن العمل فسنتكلم ذلك بوقته ولكن الآن سنقول نعم لقد فهم نحن نجرب على موقع تجريبي فلا مشكلة لدينا حتى لو قمنا ب حتى لو ارتكبنا الأخطاء وجعلنا الموقع يتوقف على العمل لا مشكلة فهنا تلاحظون هناك يقول اختار قالب لتحريره فلدينا هنا 2019 2017 2016 هذه الأشياء هذه القوالب موجودة هنا هي القوالب التي قمنا بتثبيتها من تبويب القوالب دقيقة open in new tab جيد فهذه القوالب الموجودة هنا هي القوالب التي ستظهر في محرر القوالب فإذا أردنا التعديل على أي ملفات قالب فيمكننا نقل عليه هنا ونقول اختار مثلا هنا 2019 اختار جيد وهنا لدينا ملفات هذا القالب فإذا هذا القالب الذي يظهر أمامنا هنا ظهر بهذا الشكل السبب هو وجود هذه الملفات هنا فإذا دعونا نذهب نعود إلى طبعا دعوني أريكم شيء أنه إذا أردنا إذا أردنا ضحب إلى ملفات القالب في الإدتر الخاص بنا فعلينا أن نذهب إلى أين فإذا هذه ملفات تثبيت وردبرس الخاصة به سأذهب إلى وردبرس جيد جيد ومن wordpress content سأذهب الى themes ومن themes هنا كل قالب لدي هو عبارة عن مجلد ف2019 هو مجلد اذا قمت بفتحي هنا سأجد كل ملفات 2019 وهنا ملفات 2017 و2016 جيد فالآن عرفنا من اين نحصل على ملفات القالب فاذا عدنا الى هنا فسيقول لنا ان الملفات الاساسية للقالب هي index.php وstyle.css يعني اذا ذهبنا الى اي قالب سنجد انه فيه ملف اندكس مثلا هذا قالب 2019 اين هو الاندكس فسيكون فيه style ها هو ملف الاساس وملف الاندكس ها هو قالب الصبح الرئيسية عفوا فاذا قالب الصبح الرئيسية index فاذا كل قالب فيه ملف style css وملف الاندكس جيد فاذا هذا هو ملف الاندكس سأأخذ كل شيء هنا اقوم بالنسخة هنا سأكتب مثلا hello فاذا حفظ الان اذا ذهبت الموقع هنا لاحظوا ماذا سيظهر معي سيظهر معي hello فاذا هذه الصبح الرئيسية في القالب تظهر فيها او يظهر فيها كل شيء اضاعه في صفحة الاندكس فاذا قمت باعادة الكود السابق تحديث وقمت الان بالتحديث سيعود كل شيء كما كان فجيد فاذا هنا يقول ان القالب قد يحتوي ملفات اخرى مثل ملفات بيتشوي مثل ملفات css مثل ملفات javascript ومثل ملفات readme.text او readme.اي شيء اخر هذا الملف readme يكون فيه بعض من التعليمات او فيه بعض التعليمات عن الرخصة او ماذا يفعل هذا البرنامج او ما هو هذا هو بالنسبة لملفات readme وملفات javascript css الخاصة بالشكل العام للموقع للقالب وملفات php اذا كان هناك بعض من اللوجيك الذي نريد اضافته للقالب مثلا ان تظهر الامور بطريقة معينة او مثلا ان تظهر المقالات لدينا فطريقة اظهر المقالات نحتاج لكود php حتى نقوم بذلك وايضا ملفات الترجمة يعني القالب اذا اردنا ان يكون القالب يدعم اكثر من اللغة مثلا لغة عربية فرنسية اسبانية فبهذه الحالة علينا ان نضيف ملفات اللغة والى القالب هذا بالنسبة لماذا هو القالب فتعرفنا الان على ما هو القالب وايضا هناك شيء اخر اذا اردنا مثلا ان نعرف يعني ان نتعلم مثلا اكثر عن القالب فنفعل ما قمنا بفعله الان قبل قليل هو انا ذهبنا الى wordpress content الى theme وذهبنا لمجلد اي قالب ونظرنا الى الملفات هنا فمجرد النظر مجرد التصفح نتصفح هناك مثلا ملف اسمه search.php فهناك ملف اسمه single.php فهذا يعطيك فكرة ان ما الملفات التي يمكن فعلا ان يتم وضعها في القالب طبعا نحن بالتأكيد سنحاول يعني فهم كل ملف ماذا يفعل لكن في هذه اللحظة التصفح مفيد في الفيديو القادم سنكمل هذا الموضوع الذي سيكون عن الرخصة القوالب وGPL اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة